دراسة مهمة جدا لكل عيلة في سايكولوجي توديي عن أسباب استمرار العلاقات الطويلة وأنا مش عايز النهاردة أحصر كلمة علاقة على الحب بين الراجل والست لأن لو إحنا في كنوز بناء العيلة عايزين نحافظ على بيوتنا فعلاقتي بعيالي علاقة طويلة وعلاقتهم بيا تستمر مدى الحياة علاقتي بمراتي لو أنا ومتجاوز ومخلف علاقتي بابويا أمي لو كانوا عايشين علاقات مرتبطة بالأصدقاء وأصحاب العيلة والعيلة لما تكبر خارج منطق الأسرة كل دي من أكبر الطاعات والحفاظ على العلاقات دي من أكبر الأعمال الصالحة المطلوبة في دنا واللي المفروض روح بيها الربنا يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرابكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويألفون عنده قدرة على صناعة الألفة وفهم الألفة كمان واستقبال الحب زي عطاء الحب والحقيقة أن من ضمن الألفة القدرة على إدارة علاقة طويلة بما فيها من منحنيات أبسان داونز زي ما بيقولوا لما بنعيش مع بعض في بيت واحد بنشوف من بعض أحلى نسخ وأكتر لحظة ضعف نشوف أحلى كلام وبنشوف أسوأ أحوال نفسية ولازم الرابطة اللي تكون ما بيننا تكون قوية ومختلفة بحيث أن العلاقة تقدر تستحمل المود سوينجز دي هذه الإنحناءات الكبيرة اللي في العلاقة إحنا بشر إحنا مش أنبية الكمال لله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن كل صفة حلوة عند البني آدم عنده عكسها النحية التانية صفة ممكن نكون ضعيف فيها شخص الطيب اللذيذ الجميل المقبل ممكن يبقى عنده تقصير شوية في الموجهة والنصرة والحماية عشان يعمل الاتزان ده محتاج خبرة في الحياة كبيرة لما بنبقى عايشين مع بعض بنشوف الضعف والقوة بنشوف الأوقات اللي يكون في الواحد متعرض لحاجة خارجية في دراسته ولا في شغله تخليه منهار جدا في البيت ومطلوب من يحتويه علشان أعرف أقيم العلاقات الطويلة دي البحث اللي في سايكولوجي توداي عن العلاقات طويلة الأمد كلم عن معنى اسمه المرونة النفسية الشخص القادر على القيام من زعله بسرعة الرجوع من غضبه بسرعة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده إن أحب الناس أو خير الناس عند الله بطيء الغضب سريع الفيئة يعني لما يجيله شعور سلبي عنده قدرة على إدارة حوار داخلي وعنده أفكار محصناء إنه ما يغرأش في الشعور السلبي كان حزن كان غضب كان أي انتقام أي أن كان الشعور السلبي ده اللي عنده المرونة النفسية دي بيعرف يدير العلاقات الطويلة اللي ما عندهش مرونة نفسية اعمل حسابك لو أنت صاحبي أنا هزع عليك لأن أنا بني آدم هطلع مني هزارة سخيفة غصبا عني تقصير مرة في حقك وإنت مستني مني إن أنا سندك بني آدم وأنا هعمل حسابي على كده فلو جالي منك شعور سلبي أنا غرأتي فيه عارف إلا يحصل هطول في الأمس قوي ولما طول في الأمس لما تيجي أنت أنت مراتي ولا هو جزهة ولا الأهالي تيجي نتعامل مع بعض مش قادرة تديك أجمل ما فيه فتلاقيني مأموس وزهقان وممكن كمان أطلع السلوكيات أسوأ كل ده ليه؟ لأنك أنت بطبيعة الحال وإنت بتتعامل معي لما أنا زعلت ما عرفتش أرجع تاني وبطول بقى في الموضوع ده بس للأسف في حاجة أصعب في افتقاد المرونة النفسية هو الغرق في سلسلة الأفكار السلبية إن النهاردة لما أنت زعلتيني أنا قاعدت أقول أنا ماينفعش أسيبك تزعلني بالطريقة دي وإنت أصلا ما عامتش حاجة يا أنت هزات يا زارة كانت غلسة شوية بس سيب إنا عشم يقبل الكلام ده وده طبيعي في العلاقات الطويلة بس أنا لأ أنا غرقان في حاجة تانية فأش سيبك كده انت عارف أنا سيبتك كده ليه أصلا أنت من زمان من عشر سنين عملت كذا وأنا مقفتكش عند حدك وأنا تعبان والناس كلها مضيقاني إيه ده إيه ده خذ بالك أنا هبقى شايف الامتلاء ده أنا هرجع لك بيه لما قابلك بعد شوية لو إحنا عايشين في بيت واحد فتلاقيني غصبا عني الناس بتبعد عني لإني مش قادر أرجع لهم بشخصية كويسة لإن أنا غارق في أفكاري فكانوا بيقولوا في الدراسة دي إن لازم كل واحد يحاول إنه يكتسب المرونة النفسية وإلا هو بطبيعة الحال في الجانب الجميل من حبيبك المقربين إلا هتعيشه مع بعض وقت لطيف ده خمسين في المية والجانب الوحش اللي المفروض نستحمله من بعض وندعم بعض فيه لإن الحياة كرم وتسامح ومش بس كرم منت الطبيعي أنك أنت تعمل حاجة تزعل زي ما ربنا بيعمل معانا سبحانه وتعاله نعمل طاعات يقبلها منا ونعمل سيئات ربنا واسع عليم قريب كأنك بيقولك إن أنا متفاهم ما أنت فيه من الضعف ثلاث حاجات هوصيكم بيها لزيادة المرونة النفسية أغلبها حاجات في روحك ونفسيتك رقم واحد هو قدرتك على إدارة حوار داخلي توازن فيه ما بين الخير والشر في القدر اللي حصل سواء حصل حاجة بينك وبين ربنا غلطة انتهالتة كبيرة بدل ما تقول ربنا طردني من رحمته واللي جاي كله عقاب من ربنا في رزق وصحتي فتبقى حتى بيش عفت تصلي شعفت تروح لربنا هنا ما فيش مرونة نفسية شوف ربك يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآن جادي فيها حوار نفسي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بدل ما يغرأ في اليأس من رحمة الله واشطنوا يغلبوا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هنا في رؤية الخير والشر رؤية الشر اللي أنا عملته والخير إن أنا بعبد رب رحيم يحب إنه يسامحني ويتوب علي هذا الحوار خليني أعرف أرجع لو ربنا سبحانه وتعال نفس الكلام بنتخان أنا وإنت أو بنتناقش أنا وإنت وفيه موضوع كبير في بيتنا هازز مشاعرنا معلش اللي انفعال دا من حب ليك اللي انفعال دا من خوفي على بيتنا فوازن ما بين الخير والشر عشان تعرف ترجع تاني لطبيعتك حاجة تانية هي القدر على استحضار ألطاف الله المصاحبة لك في كل أزمة لو أنت مدرك تماما إن ما من نفس تبديه إلا ولله قدر فيك يمضيه هي أقدار ربنا بيعلمك حتى لو متخانق مع أمراتك ولا متخانق مع جوزك في حاجة بتتغير فيك أنت قلت لأتنين حتى لو عندك أزمة مع عيالك هم بيتربوا وإنت كمان بتتربة الله سبحانه وتعالى ألطاف لا تترك العباد من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره ابن عطاء الله لك كده لطف ربنا لا ينفك عن الأقدار الأقدار مليانة لطف من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره تعرف أن فيه ألطاف حواليك أنت عارف أن لجع سيدنا يوسف لإخواته ومسامحته ليهم رؤيته لألطاف الله ورفع أبويه على العرش وخره له سجادة في الآخر لما تجمعه هو عزيز مصر وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقه وقد أحسن بيه بص شوف رؤية ألطاف الله بدلا ما يبقى فيه غل ورغبة في الانتقام شاف ألطاف ربنا في اللي إخواته عملوا فيه وقد أحسن بيه إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء قدروا لطف وتصلحوا بسبب رؤيته الألطاف الله قمة المرونة النفسية والثبات تربية ربنا نبي من أنبياء الله الحاجة الثالثة اللي هقولك عليها تملاك بالمرونة النفسية سعة صدرك لتقبل نقص البشر أبوك و أمك لو زعقوا لك بزيادة أو غلطه بزيادة بشر ما تعرفش مضغطين إزاي ماليا عشان يكفوا البيت نفس الكلام جوزك ولا أمراتك بني آدم بني آدم ممكن يبقى في أصعب أيام حياته معلش فيه خير كتير وأفضال كتير ليه عليك لو لو وجود الشخص ده فقالتك جنبك ما كنتش أنت تبقى في المكان الخير اللي أنت فيه دلوقتي أي أن كان أنت فيه عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أبدا يعلمنا لا ننسى أفضل الناس حتى لما يغلطوا غلطة كبيرة عشان ما نقفلش معافش نرجع تاني حاطب ابن أبي بلتعة لما النبي حاب يطلع في فتح مكة كان مش آيل أنه راح يفتح مكة عشان ما حصلش حرب هم خانوا لعهد لازم نروح وبعدين حاطب ابن أبي بلتعة أفشى السر وبعد جواب الدال سيد تحطيته في الضفيرة بتاعتها راح قال له من النبي جايلكم خدوا بالكم فبيقول له سيدنا جبريل قال لي سيدنا النبي إلحق ده لازم تشوف الموضوع ده كده ممكن قريش تتجهز ويحصل حرب ودم كتير وده النبي ما كانش عايزه فراح علي بن أبي طالب جاب الجواب وفتحه قدام سيدنا النبي كده قال ما هذا يا حاطب قال له يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أردتش الخيانة ده معنى كلامه لكن كل واحد من الصحابة ليه ناس في مكة يحموا أهله إلا أنا مليش حد حبيت أعمل موقف يبقى لي عليهم فضل عشان لو حصل أي حاجة يبقى أهلي محميين في مكة فقال صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بيقول دعني أضرب عنق هذا المنافق دي خيانة لكن قال له لأ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ده خوف إنسان إحنا هنسمحه لأنه ليه أفضل كبير قوي علينا وربنا هو سبحانه وتعالى اللي علمنا نعترف بهذا الفضل وسمحه صلى الله عليه وسلم ورجع وسط الناس بعدك هتممكن تكون نهاية تواجده وسط الصحابة هذه المرونة النفسية اللي فيها تقبل لأخطاء البشر اللي بتساعدنا أن احنا نحافظ على العلاقات طويلة الأجل فربنا ياخد بأيدينا ويحنن قلوبنا على بعض ويقدرنا على تقبل بشريتنا عشان عائلتنا وقصرنا تستمر بحب وسلام